بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قاعدة الضبط بالفهم للمعنى هذه من أهم القواعد والتي تكلم عنها كثير من أهل العلم بل جل من ألف في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم تكلم عن هذه القاعدة ومن ذلك ابن جماعة كيناني ومحمود الكرماني والأنصاري والغرناطي والإسكافي وكثير من أهل العلم تكلموا عن الفروقات بين الآيات المتشابهة من خلال المعنى ومن ذلك قول الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت مع قوله عز وجل وقطعناهم اثنته عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه يشكل على الحفظة بعض المواضع في هاتين الآيتين فانفجرت فانبجست إلى آخره وعند التأمل للمعنى بين هاتين الآيتين ندرك أن الآية الأولى كان المستسقي موسى عليه السلام وبالتالي كانت الخصال في حقه أكثر وأكمل وأشرف من قومه الذين استسقوا في الآية الأخرى إذ استسقاه قومه وبالتالي نضع الخصال والمزايا الأكمل في الآية الأولى فنقول فانفجرت قوة خروج الماء بينما لما كان المستسقي قومه في الآية الأخرى قلنا فانبجست وهو أول خروج الماء وهو أقل من الانفجار ومن ذلك أيضا الموضع المشهور والذي يشكى على كثير من الحفظة في قول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يؤخذوا منها عدل ولا هم ينصرون مع قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذوا منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون كثيرا ما يخطئ فيها الحفظة والضابط الفهم للمعنى ففي الآية الأولى كان الحديث عن النفس الشافعة وفي الآية الثانية كان الحديث عن النفس المشفوع لها ولنطبق الآن يقول الله عز وجل وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْس النفس الأولى النفس الشافعة وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ شافعة عن نفس المشفوع لها ولا يقبل منها النفس الشافعة ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل أي فدية ولا هم ينصرون بينما في الآية الثانية نتحدث عن النفس المشفوع لها واتقوا يوما لا تجزي نفس شافعة عن نفس مشفوع لها ولا يقبل منها ولا يأخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة لأن الحديث كان عن النفس المشفوع لها ومن ذلك أخيرا قول الله عز وجل فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطنون في سورة غافر في نفس الآية قال الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون الإشكال بين المبطلون والكافرون وحين تأمل في أول الآية نجد قول الله عز وجل فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وعكس الحق الباطل فيكون الختام وخسر هنالك المبطلون بينما الآية الثانية قال الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم وعكس الإيمان الكفر فيناسب وخسر هنالك الكافرون وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر